طيب هو النهاردة احنا في بسم افتوح يعني مش موضوع معين زي المرات الفاتت كده كنا بابقى مركز على حاجة معينة قبل ما نبدأ لا احنا يعني وازن الصورة مزبوطة المراتي مش زي المرات الفاتت اللي هي كات صغيرة لا المراتي الصورة كمان مزبوطة يعني تمام الحمد لله نتمنى الكلام عن الغزة الغزة الحمد لله يعني الامور الى الان ماشي كويس جدا يعني الامور ماشي كويس جدا الحمد لله يعني من كان فيه تخوف ان بعد الهدنة اللوجستيات حتقل المعارك وترتح حتهدى في مقابل تصعيد المعارك من اليهود وفعلا اليهود ده صعدوا وكانوا حتى نزلوا خطة ايامها للاخلاق غزة خالص وحاجات كثيرة جدا كان بتتعمل لما الهدنة وقفت وبعد عودة الهدنة اليهود كانوا بيصعدوا جامد لكن الحمد لله ان اللي حصل هو ان المقاومة هي اللي صعدت فالحمد لله يعني اموره حتى الان ماشي كويس جدا يعني سلسلة الحروب الحديثة ممتازة جزاكم الله يكرمكم الله يعزكم يا رب لا ما هو كده بقى فيه ايه لا استنى الناس جاية تقعدوا تبعاتلي على الجروب التليجرام دهوقتي معقولة يعني جدا هم سوان يا شباب سوان يا شباب الله يكرمكم ممتازة جدا اه يحب نقول لهم في الجروب بس ان اللي احنا بدأنا تمام استنى بس عشان في بعض الاخوة بيرسلوني جايين يرسلوني دلوقتي فالتين تين ديت اه دي اه دي اه اه دي اه اه مش هيهتم معرفة مصطح طيب في حاجات برضو حصلة من ناحية جهة الجمهة اليهود وهي ان نسميهما اليهود يا جماعة ساعد بنقول الصهاينة بس خلي خلي ان احنا نقول يهود. ده الصح يعني. هو ان في حاجات كده دلالات على ان الجيش اليهودي بيحاول يعني اذا كانه بيحاول يوري للشعب ان احنا في واقع سيء بيحصل في غزة. ودي ما تحصلش الا اذا كان الجيش اليهودي بيحاول يلغط على القيادة السياسية انها هتوقف الحرب بالغاية هنا. والحقيقة انا يعني الكلام دوت وده انا مش بقول الواحدة حتى كان فيه حد من المحللين كان طالع من اللي هو الخبراء في الشأن اليهودي في اسرائيل فكان يتكلم على الامر ده هتكلم ان فعلا فيه رأي كده ان الجيش عمل تسريبات الفطرة الفاتو عمل شوية حاجات بيحاول يضغط على نتنياهو ان هو يوقف الحرب. ده يمكن يدعم الكام بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه المرة فاتت ان اكيد يعني وانت مغمض اكيد فيه خطوط كده خطة احمر عند الجيش ان الخسائر لما هوصل لها الموضوع هيبقى تكلفته فادحة اكبر من اللي بيحصل. والحقيقة ان هو كان المرة دي اليهود قادرين على تكلفة الجنود اا يعني هما انا اظن عندهم السعدادة دي متلوهم حتى خمس ستلاف ستلاف او عشرة اف جندي. لكن هي الخسائر الحقيقية اللي عامل لهم ازمة هي مسألة المضرعات والدبابات مقبرة يعني. فمسألة مقبرة مضرعات والدبابات دي دي اللي ما يقدروش يفضلو مغامرين كتير بمغامرة طويلة لان ازا ما قلتلكم فيه درجة معينة اللي هي اي اي انا بعديها لو بدون مضرعات ودبابات لو حصل اي حرب كبيرة في المنطقة اي ازا ما قلتلكم مع مصر او مع اي حاجة تانية من المحيطين بيها اللازم سلاح مضرعات دايك عند اسرائيل مهم جدا بالنسبة لها عمليات على الارض لو ان يطلع فيه اعطال بالكم ده كله وفيه مشاكل بالكم ده كله وقطقم اتضربت وتقتلت وحصل لها اللي اتعامى والدي قطقم دبابات اللي بيموت واللي بيتعامى واللي واللي فاكيد هم عندهم خطة احمر عنده وحيقفوا لان الدبابات دي انا عشان اعملها انا سنوات طويلة عشان اقدر عامل سلاح الدبابات دوت فانت لو قدرت تعطال ربع سلاح الدبابات وتقتل القطقم بتاعته دي بالنسبة لاسرائيل انت كده بتحطني في مرحلة او في جهة ان انا ممكن او يعني لو حصل اي حرب او فتح جبهات تانية هتبقى مؤسية عشان كده الحقيقة ان مسألة ان اسرائيل تفتح جبهة في لبنان ده اكيد يعني انا بالنسبة لي اكيد امريكا هي الوقفة القصة دي فتح جبهة اللبنان فيها خسائر بقى ولبنان دنيا مفتوحة الامور مزي غزة الدنيا مفتوحة خالص من جهات كتيرة والطريق الامدادات اللوجستية ممتدة من ايران مرورا بالعراق الى سوريا الى لبنان فالطريق مفتوح وحيجي لها اسلحة من كل حتة ومن كل جهة وساعتها يعني فعلا اسرائيل هتبقى بدخلها مقبرة بتقضي على نفسيها يعني اذا كان حصل ده في غزة في الشمال حيحصل لي في لبنان حيحصل لي فهي انا لا اظن ان اسرائيل حاليا تقدر تخوض حربين في نفس الوقت على جبهتين الامور ما بقتش زي زمان يعني بالنسبة ليهود كلامة عن النساء والاسلامية نريد ان سنarجع لها تاني بس مش الوقت قدامنا شوي يعني واحد اعني مش ا 16 نخترافي الكلام ده تاني السودان يا ربي احنا انا ليس فيها الا الدعاء انا مش عايف يعني بعض الاخوة كلمنا عن السودان السودان هو الوضع هو هو كما من زعة ما قلناه الدنيا مشتعلة لدعم السريع بيتلقى دعم من الامارات دعم قوي جدا من الامارات وبياخدوا المدن وكان احنا قصة الجيش هو الجيش في مرحلة بداية المعارك كان الجيش السوداني اقوى لكن كان فيه مشاكل المشاكل اللي فيه هو ان هو جيش مهلهل والاسلحة اللي عنده اسلحة قديمة والوضع بتاعه ووضع سيء كجيش اه هو في لحظة البداية هو وضعه جيد انما ما عندهوش واضح ان ما عندهوش دعم من قوة تانية اه والقوة اللي بتدعمه قوة بخيلة مش بتدعمه مثلا بطيران يعني مع الجيش السوداني المفروض كان يدعمه السعودية ومصر المفروض كانوا يدعمه بطيران بالطلعات جوية يطلب منهم ان يضربوا في الحماكن واضح ان هما الاثنين يعني مش معايا لم يساعدوا الجيش السوداني في حاجة زي كده حط ده مع مقابل امارات الامارات ساخية جدا على الناس بتاعها يعني لما ردت اشبه بتعمل حاجة زي اللي بتعملها ايران كده بس على مستوى الدول ان هي تحط اه ناس يكونوا طبعها بس على مستوى الدول بقى على مستوى عالي اكبر حتى من اللي كان بتعمله ايران سمعت كامة ضبط الاسرائيل اللي حققه مع السنوار في التسعينيات بص ادريس اه سمعته بس يعني فيه قصبة كتير بيقولوا كلام زي دوت وفيه حاجات هما بيحاولوا يضخم قوي في مسألة الكلام مع السنوار انما فيه اكيد فلسطين كتير قالوا الكلام دوت ثم ان هما لما جمي يفرجوا عن السنوار هما بيقولوا ان احنا من الحاجات الاخطاءنا فيها ان احنا كان تقدلاتنا ان السنوار اتغير وان هو بعد ما تعلم عبري وبقى فاهم اسرائيل وبقى بتاع فكان ان هو لما حيفرجوا عنه حيساعده من ان يتعمل سلام دائم مع حماس يعني فهو كان رأيهم كده اه اخونا عمر بيقول من كلام من كلامك عن ضعف الزاكرة وبعد سمعتك الشخصية اظن انك مصاب بالترب ادي اتش اي دي اصلاك اللي هو فارط الحركة يعني اه فيه حاجات عندي كانت ممكن تقولها منه بس لا مش فيه حاجات تانية اه مثلا اه التركيز اه حاجات كتيرة جدا لا مش عندي شفتها احني انا طبعا شكيت جدا في حاجات انا اه فارط الحركة وبتاع لكن لا 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 لقيت ان لا بالعكس انا كسول اميل من عدم الحركة كتير اصلا و اه اه ممكن افضل قاعد اقرأ كده ساعات طويلة جدا جدا قاعد في المكتب عمال اقرأ ما فيه شك يعني لقيتها متجيش يعني دورت وراه والله دورت زي الاو سي دي مسلا دورت ورا الاو سي دي ده فيه حاجات اه عندي من الاو سي دي لكن مش بالصورة خلص الحادة دي وفيه حاجات مش عندي خلص يعني يعني لقيت كم حاجة كده والباقي مش عندي اه انا عارف ان ال ADHD فيه مبالغة في التشخيص وشفت ويعني شفت فيديو قوات خاصة اوكرانية اشتبكت مع قوات فيجنر في السودان ما اعرفش الجاملة ما شفتش حاجة زي كده وضع اليمن اه انا هو هو اه الحوسي بقى بيتاجر مش بيتاجر باللي بيحصل هو اه راجل بيشتغل صح وممتاز يعني عمل شغل ممتاز جدا يعني يعني اليمن بتضرب على اسرائيل انت بتتكلم في ايه بتضرب السلاح على اسرائيل وبتضرب مسيرات ايا كان بقى اللي حصل هو دلوقتي ظهر في اه في نظر اه شعبه ونظر المسلمين ان هو بطل وهو فعلا اللي بيعملو دوت حيستجلب بي ازا لي ماشي بس هو ظهر نفسه ان هو بطل وخد اللقطة كويس وكده كويس ومستمر في اخدان اللقطة كويس اه في مقابل حكام التانيين اللي هم دخلين في التحالف مع امريكا او بيعملو حاجات زي كده انتوا شايفين اما هذا يعني انت بتتكلم على حكام دخلين لحماية الملاحة تحت عنوان حماية الملاحة في قناة في خليج اه اه في خليج عدن وحماية الملاحة في البحر الاحمر هو ولا حماية ولا حاجة ده الكلام ده كله حماية الاسرائيل فاتخال لما تلاقي الدول العربية دخلها ان هي مشاركة في حماية السفن الاسرائيلية وبتضربه الف مبروكة سعودية وخليج عربي شكلكم جميل اوي والدول بتعملو بتشغلو ليه حماية اسرائيل في تحالف امريكي والتاني بياخد اللقطة عليكم تمام ممتاز انا هشك في نيته ليه هو نيته قذرة مش قذرة هو ده الواقع هو ده الواقع هو اخد اللقطة اه رأيكم بان الوضع في السودان محاولة استيطان واحتلال كما فعت اسرائيل لفلسطين ازاي يعني ازاي معايش ايه هل هناك خمسين مليون بنا ادم سوداني ايه هيجيبه مين يحتل لمكان السودانيين مش فاهم ايه ايه ده ايه احلاقه ده بده اه كمان هازاس الرجلين والاندفاعية برضه الاندفاعية مش بالصورة برضه وعمر اللي انت متصورها يعني انا عارف انه يؤخذ عني انه التصور ده لكن في الحقيقة في الواقع في حياتها تيرة جدا مش مندفع بالصورة بتكون مفاجأة يعني يعني فيه مفاجأة لناس عمر مندفع بتاعي لو لأ هادي واخد الموضوع وماشي بالراحة لو حد متوقع ان انا هعمل كده وانا تقديراتي مثلا هو متوقع ان هو فيه حاجة عشان استجيب للاستفزاز غالبا مش هستجيب لأي استفزاز وبكون هادي جدا هزاست الرجلين بقى والحاجات دي كلها لا مبالغات يعني مبالغات جدا هل قراءة الكزاندر دوجين لموقف حماس جيدها ام برشد الدجال ده بصراحة مش قصلك الاندفعية المزمومة قصلي الدم الحامي لا برضو مش يعني انت مسلا انا هقولك على موقف وقولي لو انت مكاني هتعمل ايه مسلا انا في العلوم السياسية دي حصل مواقف كتير جداً كان لو الواحد بيندفع وممكن يوقع نفسه في تهلكة يعني كنت هندفع لان كان فيه موقف بيتقال فيها كلام سيء جداً عن الناس مظلومين وعن وبيتقال من حزب نور وحاجات كده يعني وكان الواحد هادي جداً 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 لما كان يقول لطيف جداً فلا مش بالصورة برضو الاندفاعية اللي بتاع انا لو انت متوقع مني وانا قريت ان انت متوقع مني ان انا لو استفزتني هيحصل حاجة غالباً مش هتلايني باستفز انا استفزت باستفز بس غالباً من داخلي بعرف فامسكها وبقين هي الحتة الاندفاعية دي او الحمية لو انت بتسميها تقدر سميها حمية حتقول بقى سيدنا عمر بن الخطاب عنده وهو كمان مسالة الحمية دي برضو مالهاش علاقة مفاش التراب اصلاً يعني انت بتقول اصحاب هزا التراب يكون مبدعي مين اللي قال لك ان ده التراب اساساً يعني في حاجات كده في البرسنالتي العلم النفس بتاع الشخصية فيها مبالجات كتيرة جداً ودي معروفة يعني انتوا عارفين الكتاب اللي انا هبقى اجب لكم في الجروب اللي هو المرجع مشهورة علامي كده الغناف بتاعه اخضر بتاع النرجسية اضطريت اقرأ فصول منه عشان طبعاً كان استخدمت حتى استخدمت الناموزج اللي استخدمته لتحقيق شخصية ترامب كان الشخصية النرجسية والجانديوز الشخصية الفخمة والشخصية الهشة النرجسية اللي بتوقع من داخلها هش وكده فمن اهم الحاجات اللي قريتها في عدة فصول كان الفكرة بتاعت ان يا جماعة دي ارض رخوة ان الناس بتتساهل في اطلاق وصف النرجسية على ان النرجسية دي مش مشكلة كبيرة قوي زي ما الناس متصوراها ودي كانت مفاجأة ليا ان انا فجئت ان الاطباء والعلماء بتاع النفس عميني يتكلموا ان الناس عملا تطلق المصطلح ده على ناس هي يعني هما كانوا حاطين تقريبا المقياس ان من ستة لغاية تمانية تقريبا في النرجسية ده المقبول ولا يخلوا منه انا كلمت اظن في القناة هنا قبل كده ان ده لا يخلوا منه اغلب القيادات السياسية والناس الناجحين يعني ان من بعد تمانية هو اللي بقى خطير اللي هو تسعة وعشرة ده بقى الخطير النرجسية خطيرة ده بقى لا يطاق اصلا ده شخص لا يطاق ده طول ما هو قاعد عمال يقول لك وانا مش عارف ايه اللي هو تشوف مين مسلا مرتضى منصور مسلا حالات زي كده صدق واللوات صدق حالة زي ترامب مسلا ما تعتبرش انرجسية مرضية بالصورة الضخمة قويا زي لان ترامب كان بيمثل وكان عارف ان هو بيمثل كان هو في الصياق الامريكي هو عارف ان التمثيل بيجيب كذا وهو نصاب كبير هو معروف ان هو نصاب اساسا وحاجات السراوات بتاعته بنيها بحاجات كده فلا في حاجات في حاجات النرجسية المرضية لها اعراض ان الشخص لا يطاق طول ما هو قاعد حاطت صور في كل حتة قاعد يتكلم عن نفسه كتير وقاعد يفاخر بانجازات وهمية ويمؤمن كده حاجة لا تطاق ان انت تقعد معاه اصلا شخص لا يطاق وده نادر مش كتير قوي بالصورة اللي الناس وتصوراها فطبعا مش هتكلم بقى على الاخوات اللي اللي تلعب بيهم اللي ايه جوزك نرجسي ويروح ايه لو بيامورك لو بيوجهك لو مش عارفه يبقى نرجسي ده بقى شغل عبض ده دجل دجل رسمي يعني عشكا يبقى لكم انا دايما رأيي ان الحصن من اي حاجة هو انك تدخل للعلم العلم هو حصن مع معرفة مع معرفة حدود العلم امتى العلم حيتحول لفلسفة وامتى حيبدأوا بقى يصبوا علينا الهبل بتاعهم بتاع السواء الدروينية سواء الكلام بتاع السميديا اللوطية او غيرها او غيرها امتى الدجل بيشتغل دي حاجة برضو لازم انت متمرس بالعلم لكن العلم بشكل عام سواء علم نفسه او غيره او غيره انا شايف ان ده دي حاجة كويسة ده حصن ان انت بتتحصل مش ان ان انت تتتعد وتقول ده علم النفس هبل ده مش عارف ايه هبل انا عايز اعرف انتقد الناس اللي هما الكيمتيين وكده بروح اتعلم وترجم اللغة المصرية القديمة واعضاء رأي الكتب والمجلدات اللي عاملها العلماء الموثوقين عن مصر القديمة اتعلم ثم اقدر ارد على الناس انما انا مش ارد يعني مش عايز اتعلم وبرد عليهم كده ابقى شكلي دجال يعني برد عليهم رد خايب هل ممكن معايش بتاع الحوسي فرض نفسه بقوة على الساحة الدولية صحيح هل ممكن مشروع السني تقوم بيه مجموعة من الشبكات بشكل جير مركزي ولا لازم دولة مركزية تتبنية ايه المشروع السني ده انا مش فاهم يا جماعة يعني يعني ايه مشروع سني المسلمين بيجاهدوا قصدك المسلمين السنة بيجاهدوا في كل مكان والأمة الجهاد فيها يعني ماضي الى يوم القيامة هو الجهاد مستمر الى علامات الساعة الكبرى يعني الى المرحلة معنا لان مش يوم القيامة حيقوم على شرارة خلق فاحنا الجهاد مستمر في هذه الأمة فأنا مش عارف يعني مسألت الاسرار على ان المشروع السني مشروع السني صناعة دولة سنية اسلامية حرة ده مش حيتوقف يعني انا مش عارف ايه مسألت المشروع السني الفكرة مش جاية في دماجي قوي يعني هل تتوقع تغير في موقف مصر من سد النهضة المفروض المفروض في الدبلوماسية البيان اللي طلع اول المبارح دوت اللي هو البيان ان المفاوضات وقفت وان السوبيا بتعمل كذا وكذا وكذا وان نحن مش هنعمل مفاوضات تاني مع السوبيا وكام ده المفروض دي بتبقى خطوة الدبلوماسية الاخيرة ما قبل الحرب المفروض هل مصر جاهزة انها تدخل حرب انا مش شايف ان فيه يعني خاصة بعد اللي حصل في السودان ده والازمة المادية المالية اللي احنا دقنين عليها من ازمة اقتصادية كبيرة لا اظن ان مصر هتبقى جاهزة دلوقتي خاصة مع التخوف من الجبهة الشرقية من ان ممكن تتفتح حرب مع اليهود لازم تحط كل الاحتمالات ما اظنش ان مصر هتحارب طب ايه بقى البيان اللي طالع ده البيان دد في الدبلوماسية ان ده ما قبل الحرب ما قبل الحرب المفروض خلاص انا بقول ان ما فيش مفاوضات وان الناس بتهرج وان الناس بتكسب وقت وان الناس عايزة تعمل كذا وبتضر الامن القومي المصري في مسألة الميا تمام ومش هتفاوض خلاص انا طلعت ان الناس بتتفاوض انا عملت بقى لسنين طويلة بتتفاوض مش هتفاوض والناس نيتها سيئة وا 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 دي خلاص مدام طلعت البيان ده ده ما قبل الحرب تمام الظروف مستحيل ان انت تتخيل ان ممكن مصر تحارب دلوقتي الظروف ما بقيتش حتى من سنتين لما توقعت ان لازم حتحصل حرب في يوم من ايام لا الظروف لا تدل على ذلك يعني انا مش شايف يعني ان انت تعمل حرب دلوقتي واليهود يعني في مشاكل على محور فيلادلفيا وفيه حاجات كده واصوات بداخل اسرائيل عما تتكلم مين اللي ورا تسليح حماس والكلام الفارج بتاع ان حماس بتصنع حاجات يعني الكلام ده مش راكب في ناس كتير في مراكز تقيلة في اسرائيل مراكز بحسية بتتكلم وبترد الكلام كده ان مصر لازم يتعامل مع حاجة فمزنش ان في مصر هتجرؤ دلوقتي تعمل اي حاجة تفتح اي جبهة والدنيا هنا مولعة على الحدود نعم هو احتلال قبائل بقارة بتستوطن خرطوم والمدن محتلة في بيوت النازحين لكن الان بدأ تسليح المستنفرين من المواطنين في ولاية نهر النيل والشمالية انا لا اعرف عن السودان التفصيل الدقيق اوى ده بصراحة ان انا اعرف القبائل واللي بيحصل بالزبط لا مش عارف هولندا شاركت في التحالف بضبطين فقط اي تحالف فيه عداء المسلمين هتلاقي كل عداء المسلمين متجمعين فيه عادي ما يصر ان اسرائيل لم تقصف اليمن هل سبب عسكري ام مش عارف هتقصف ايه بالزبط هي الفكرة هتقصف في ايه طب ما السعودية مش مأثرة ما هي احتمالات ممكنة لنهاية الحرب في جزة وما انتصارات وما كاسب القضاية الفلسطينية من هذه الحرب المكاسب قلناها من اول يوم خاصة لو انتهت الحرب دي يا جماعة دي هتبقى اول حرب رسميا اسرائيل بتتهزم فيها لو توقفت الحرب لو ادروا ان هما يوقفوا الحرب ويخلوا اليهود يطلعوا من غزة هتبقى اول حرب اسرائيل بتتهزم فيها رسميا ما حفيش ولا حرب 73 اسرائيل هي لم تنتصر زي ما اليهود بيعودوا يجذبوا ويقولوا عليكم ده ده احنا انتصرنا ولا انتصروا ولا تهزموا يعني العملية برضو هو ادروا يوصلوها لحالة تعادل مع يعني افضلية صغيرة ليهم افضلية صغيرة ليهم مش افضلية كبيرة انما انت عندك قوات كان ممكن تنسحب من الجابة خلاص حانسيب الجابة دي وندخل نفضي يحاربوا اليهود ويدخلوا مدن بقى لو انتوا عايزين تدخلوا المدن تدخلوا المدن تدخلوا القاهرة ايه على بعد مئة كيلو من القاهرة كنت تدخلوا القاهرة بالدبابات وتتعامل مقاومة شعبية فيكم تطلع عينهم في السويس وما لو كانوا دخلوا المدن الرئيسية باشتباك قوات وضع سيء للاتنين لينا وليهم وضع جيد ليهم لا مش وضع جيد خالص افضلية صغيرة لكن مش وضع جيد ليهم لو كانت سحبت القوات كانت حتبقى قزمة كبيرة جدا لو حصل القوات انسحبت بس كنت حتسيب سينة حتسيب سينة خالص تاني وترجع تدرب القوات وتصفيها اللي هي عدت هل يمكن تكسر اه حتبقى دي اول زي ما بقول لكم دي حتبقى اول حرب اسرائيل بتهزم فيها هزيمة واضحة يعني طلع ايو قتلت الناس كتير قتلت عشرين الف خمسة وعشرين تتائتين الف قتلهم لكن في المقابل انا الاصابات والاصابات فادحة وكمل خسائر المادية والحاجات دي كلها انا اسرائيل يعني تبهدلت وخسرت على المستوى الاعلام العالمي وخسرت حاجات تيرة جدا اسرائيل يعني اتشرطت في الحرب دي زي ما هي ان تكونوا تقلمون فهم هم كمان بيقلموا يعني برضو يعني اسرائيل طلع من الحرب دي يعني خسرت السقط واللقط لو فضلت لو وقفت على كده ودي من الاسران انتنيا مش عايز يوقف الحرب دلوقتي يعني هو حتى لو الجيش عايز يوقفها خلاص بقى انتلقى ودي حاجة ليه علاقة بغرور اليهود وامانهم بنفسه وان هم ما بيخسروش حروب ايمان اليهود لما تيكي تقرأوا في الكتب والمؤلفات بتاعته هم عندهم ايمان كامل ان احنا كل الحروب انتصرناها عشان احنا عبقرة الاخر كان دايما معاها سلحة اقوى مننا واحنا دمرناها وبتاع وهذا كذب ده هم بس هم كذبوا الكذبة ومن كترة ارددها صدقوها احنا حرب تاتة وسبعين قلبناها بانتصار عظيم حرب مش عارفي قلبناها لانتصار عظيم سبعة وستين عشان احنا كنا عندنا اسلحة ضعيفة جدا والمصريين ما عندهمش اسلحة قوية فدخلنا عندهم اسلحة اقوى مننا بكتير فدخلنا اكتسحناهم دايما عندهم اللي وهم ده 48 لما تيجي تقرأ الهاور الساشار عمالي الهاور الساشار الكتاب بتاعه لما جاء تعرض الحرب 48 بيقول لك ان المصريين كان معاهم الدبابات والطيارات والعرايين معاهم الدبابات والسوريين معاهم يحاسزك ان الاتحاد سوفيتي داخل يحتل اليهود يحرر فلسطين والقوة العزيمة بتاعت اليهود والتدريب والعباقرة بتوع اليهود هم اللي قدروا ينتصروا في حرب 48. حرب 48 كانت مهزدة أصلا اسمه دو محمد نجيب في المذكرات بتاعته بيقولك ان أنا لما جيت يعني فيه معركة فيه إصابة خدها محمد نجيب كان تاني واحد من قادة القوات بعد المواوي محمد نجيب بيقول لنا طلقة الدخل في سدري جات بسبب ان هو كان مفروض بيعمل الهجوم على التابة الهجوم التالي الدبابات تقريبا كان يتكلم عن التالي الدبابات وراحل التالي الدبابات التي تعطاله في السكة اسلحة خربانة اصلا بالاسلحة الخربانة دي مصر إدريت الجيش المصري حقق اكتر من الهدف اللي هو كان داخل ليه في الاول اصلا الخطة الاصلية اللي كانت معاملها الجامعة العربية كان دور بتاع مصر هو غزة والنقط لأ مصر القوات بتاعتها مع الضعف المهزلة اللي كان في الضعف القوات المصرية وصلت لتالي قبيب كانت على بعد ثلاثين كيلو من تالي قبيب او اقل من ثلاثين كيلو وكان في مدى المدفعية خلاص تالي قبيب بتاعت المدفعية المصرية وهي كانت قصفت اصلا من تالي قبيب بالطيران في خمس يوم الحرب تقريب والقوات بتاعتها فصلت ما كانتش دي في الخطة فصلت جزء من القوات المصرية وراح ترايحها على القدس. كانت رايحة على القدس الغربية. برضو دي ما كانتش في الخطة. والجزء النقب تم السيطرة على النقب. فهي كانت مصر معدية اشدود اه وكانت دخلها خلاص يعني هي كانت في فيافة خلاص. القوات المصرية. الكل ده بقوات اصلا مهزلة. محمد دا جيب بيحكي البتاع الجيش مهزلة وبرغم كده اليهود تبهدلوا البهدلة دي كلها. اكتر جبهة الجبهة المصرية اللي تأزوا من صفد وتبرية الجيش السوري واقف فيها هو والجيش العراقي ما عملوش يعني هي بعد ايام قليلة الجيش السوري والعراق. بصوا. لبنان سوريا والعراق مشاركة رمزية في هذه الحرب. دخلوا اول بتاعه ورحوا واقفين. الدخل اللي استمر هو كان الجيش المصري والجيش الاردني دولة شرق الاردن مملكة الهاشمية في شرق الاردن بالفايلق العربي. وده الفايلق العربي برضو كان بتفاهمات مع اليهود وصل عند لحظة معينة وراح حافز خلاص مش عايز ياخد الحرب اكتر من كده. عشكاية الحرب بداية من اكتوبر حرب تمانية واربعين. بعد الهدنة التانية بقت مصر بس اللي بتحارب. مصر او بتتحارب. بالمعنى صح مش بتحارب. الهدنة اكتوبر نوفمبر ديسمبر مصر اللي عماتت عجل لوحده. حتى هو اه بس دي ورد في كتاب ساشار ان هو انه قراشي باشا كان رئيس وزراء مصر راح اه في الجامعة العربية فبيقولولو يعني اتفضل اتكلم يعني فبيقولوهم لا انا مش جاي اتكلم. انا اللي جاي اتكلم انتو انا مستني انتو عايزين ايه تقولولي انا احنا مصر هتفضل تحارب لوحدها في الحرب دي يعني فين المساعدات وفين الجيوش تخفف من عندنا الضغط لان اسرائيل كانت اهدت الجابهات التانية اخوة خالص كانت خايفة من الفايلق العربي تحديدا بعد مهدت الجابهات رحت قاعدة تضرب في الجيش المصري بدمرت عامت ضمار ضمار كبير جدا في الجيش المصري. بدعم ايه بقى تتفرج على اسرائيل المسكينة الغلبانة الفقيرة التعبانة المش عارفي تسليح من كل انحاء العالم عمالي جلهم. خط جوي من لندن ومن باريس مفتوح. من امريكا خط مفتوح سلاح مفتوح. دعم تسليح بكل انواع الطيران. الطيران الاسرائيلي بقى عمالي بهد للقوات المصرية. اللي يقول لك احنا ما كنا احنا مساكين ما كناش عندنا حاجة. كان دعم جبار من 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 اسرائيل. من من العالم كله لقوى لليهود. ويقول لك بعد كده اصلا احنا انتصرنا انتصر. فهما عندهم اوهام ان احنا انتصرنا بسبب ان احنا عبقرة. بسبب ان احنا جنود شجعان. وان احنا ما بنتهزمش ابدا. الوهم ده لما تيجي تقرأه في التاريخ. هزا جير حقوقكم. بس ساشار تحديد عشان مؤرخ قومي. عشان كه الكتاب اللي هو عن حرب تمانية واربعين اللي عمله يهود برضو اسرائيليين بس عاملينه بعد اه اللي هما بيسموه مابعد صهيونية. مؤلفين بيبقى عندهم النقد يعني ارجح شوية من الكام بتاع القومين الصهاينة. ساشار بيعتبر من الرواية القومين الصهاينة. لما حتيجي تقرأ. تقرأ بيقول ايه? حتلاقي ان ده اسرائيل دي يا جماعة دي الطفل المعجزة. دي على طول بتعمل معجزات بدرحها. عشان هي شجاعة. وعشان الناس اللي عندها عبقرة. واللي حواليها دول اقوية جد ويقعد فخام لك في مصر وبتاع عشان لما تاخد العلقة يقول لك بص العلقة دي تعملت والله العظيم ده عشان احنا بس يعني عبقرة. مش عشان السلاح همه في السلاح ده كانوا اقوى مننا وبتاعه. هذا جير حقيقة. هذا جير حقيقة. يعني مفيش مؤرخين في العالم يتكلموا على ان السلاح المصري او الطيران المصري في حرب every age ofindruck 67 او 73. اللي بيعتمل على التح media السويد اني دا كان اقوى من الطيران امريكي اللي كان واخداء اسرائيل. فهي الحتة دي هما الاوهام دي هما بقا بيدفعوا تمانيا دلوقتي. انهم مش قادرين يوقفوا الحرب. لان لو وقفت الحرب بهذا الشكل هما مهزمين. لا حررنا اسرة ولا اسير واحد عرفنا نحرره ولا اتلنا الصنوار ولا واحد اي حد من القيادات اللي اتنين دول لو ما تعملوش ولا ولا هجرنا اهل غزة الحاجات دي كلها لو ما تعملتش هم مهزومين يعني الحاجات دي لو ما تعملتش هم مهزومين ولا حاجة منهم اتعملت ولا حتى قريبين من هم يعملوها اللي يقول لك احنا خلصنا على بيت حنون يتروح مفتوحة فيها بعد يومين دي يبدأ يتضربوا فيها تاني الله ما احنا خلصنا عليه وخلصنا على انفقها وهكذا فالحقيقة ان دي حاجة من حاجات المهمة انها تعرفوها ان القاضي يكون من احد انا شايف ان من احد ابرز المشاكل هو ان اسرائيل مش مسدقة ان احنا ممكن نتهزم وبعدين نتهزم على ايد مين ده احنا العبقرة اللي كنا بنقدب كل اللي حوالينا احنا نوصل ان احنا ناخد علقة سبعة اكتوبر وبعد كده في اللي احنا نعمل كل اللي احنا عملناه ده في الاخر نتهزم برضو هم مش قادرين يستوعبوا ان احنا لازم احنا خلاص منتهزم بس وهي دي الازمة مع امريكا بالمناسبة ان امريكا الفكرة ان هي السنة الاخيرة دلوقتي سنة الانتخابات بايدن هيبقى عايز وقت وهيبقى عايز حاجات كتيرة عشان يتفرق للجابهات الداخلية والصراع اللي هيحصل داخلي عشان الانتخابات فاكيد بايدن بيدفع ان الحرب توقف السكة بقى كفية كده عشان الدنيا اصلا في امريكا مش ناقصة صب زيت على نار اكتر ما هي بمصبوبة قد يكون بايدن شايف ان انتو يعني وايه انهاية اللي انتو بتعملوه كاسرائيل ان انت ياهو رايح بسكة ان انت هتفضل تخول الحرب دي لشهور طيب وبعدين ثم بعد كل ما يطلع لك مسلا نص سلاحة دبابات ومدرعات مهزوم من الحرب دي يعني انت كده هتبقى مشكلة انا ده رأيي يعني الله اعلم هل يمكن تكسر حماس الحصار في جزء من اتفاقية الاسرة لما نيجي بقى الكام بتاع الاتفاقية ده يعني لازم تطلع في اعتبارك برضه انه ممكن يكون مناورات من اليهود يعني هل لو السودان اصبح تابع الامارات ومتفاهم مع السوبيح قرار درب السد حيكون اسهل بالنسبة للحكام في مصر لا لا انت محتاج الطيران يبقى سهل ان هو يقدر يتحرك في السودان وعمل لازم حاجات كثيرة جدا يعني مش هتحصل حيبقى صعب ولا الاسبرجر يعني امش فاهم انت دي بقى حاجاتك هتاكيد تعليق على متلازمة لا انت كده وخلتني عندي توحد ده انت كده وصلت الحاجة بعيدة قوي لا لا طبعا لو انت قلت قطر وتركيا رمز الاسلام هتطلع على العصبية مش عارف يعني ايه لو انت قلت قطر وتركيا رمز الاسلام رمز الاسلام قطر وتركيا الله يكون فعونك بقى ما الحل مع دولة زي الامرات وهل سياسيتها خارجية سوف تزبها للتهلكة ولا صعب بتفتح جبهات كتير جدا على نفسها والجبهات دي لو بدأت تهزم الجبهات دي هتكون كل مشاريع الامارات هتبدأ تتهدم وان شاء الله هتهزم يعني بإذن الله هل ممكن يحصل مساندة من اهل الضفة الاهل الغزاء لا خلاص لو الضفة كان فيها حاجة ممكن تحصل كات حصلت في الفترة الفاتمة خلاص مش ممكن تحصل حاجة اللوقتي يعني صعب جدا يعني صعب مش مش ممكن يعني مش هو المستحيل صعب الدفة واضح ان مفيش اه مفيش سلاح في الضفة اصلا يعني فكرة ان الدفة يبقى فيها سلاح وفيها قاعدة قاعدة مقاومة قوية وهيرجينين ومسلا والحاجات اللي تأجين وتركارب الضفة واضح ان الوضع صعب جدا يعني الوضع صعب جدا ليه لان مع الحدود الضخمة جدا بتاعت غزة بتاعت الضفة مع الأردن واضح ان الأردن يعني صح صحة يعني مش بخليها حد معها حاجة ما تختابش مرتادة منصور ايه مش فاهم ده ملعون ده ده اي الحاجات تخرج من الاسلام اصلا مرتادة منصور عمل حاجات ده ملعون ملعون بيقذف كان بيقذف الاعراض وده ده مجرم مجرم يعني في حاجات مرتادة مين ده اللي تقول لي ما اختابش اختاب مين ده لما اختاب واحد مسلم من اهل العدل ده ايه ده ايه ده ده اعمل لك انت نفسك اشتمك انت لا تدفع المرتادة مستحبة الاسلام السياسي الديمقراطي بعد كل الاحداث دي ايه اصل فكرة هتفضل موجودة مين اللي قالك يعني هتفضل برضو المسارات السياسية وندخل الانتخابات وندخل مش عارف ايه والحاجات دي هتفضل موجودة مش هتنتهي دي كم ده هتفضل يتقل دايما بما ان العلم هو الحصن اتمنى تقول لي ايه ايه اا مش فهم علم النفس فيه فروع فلسفية هو علم النفس اغلبه فروع فلسفية اغلبه فلسفات في ده تقول ان مصر عندها اسلحة نوية ومصدر التحاس الفيت مباشرة ايام حرب 79 فيه رأيه برضو ان بعد تفاكب اللي تحاس الفيت تشترينا من الدول اللي كان فيها الاسلحة النوية السوفيتية كل دي كلام ما نعرفش حقيقته من عدمه وما ظنش يعني ما ظنش انه حقيقي عندها مشروع سواريخ اه سري بس مس سري ولا حاجة انتو حتلوها حتى على اليوتيوب بيكتبو لو دورتوا على اليوتيوب بتاع مسورين المواقع بتاعت السواريخ السكود اللي موجودة في غرب القاهرة في مسورين القواعد حتى حاجة كان من حوالي اربع خمسين كده مصورين قاعدة بيكلمون ان ديت معناها ان دي قاعدة اطلاق صواريخ اه وقود صلب مش وقود سائل فالاجهزة العالمية يعني مصورة متابعانة يعني في حتة ان اه ومشروع السواريخ ده سري والصواريخ التقيلة ده مع كوريا الشاملية ده مشروع سري ومش معروف حجم التعاون ما بين مصر وكوريا الشاملية اديه ده حاجة من حاجات سرية لكن سرية الحجم نفسه سري انما التعاون موجود ما بين مع كوريا الجنوبية ومع كوريا الشاملية اخر كام سنة مع كوريا الجنوبية كمان خدوا الدبابة اللي هي كي ناين اه كي تسعة وخدوا ان مصر تقدر تصنحها ودلوقتي بيتفاوضوا على الدبابة اللي هي كي تنين ده مع كوريا الجنوبية غير المشاريع بقى مع كوريا الشاملية توقعك لمدة سمود حركات المقاومة في غزة والممكن انسان ده اهل من اهل الضفة بارد نفسك اه مدة سمود ده دي حاجة غير معروفة دي نسيبها عربان سبحانه وتعالى ان شاء الله هي سموده لغاية لما سبيلته انتهي اه 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 بتمنى اقولك على مصادر مصادر كتب او اي شيء ساعدني بفهم تاريخ العالم الاسلامي الحديث زي محو اميه عن تاريخ التاريخ والسياسة بدلا ما احنا عايشين زي العميان كده مش فاهمين حاجة مابعرفش انصح بكتب ممكن اقولك على حاجات معينة واقولك على سلاسل وبتاع بس كل حاجة فيها فيها عيوب ومش فاضي بصراحة اقولك على عيوب زي طقوش مثلا ممكن اقولك على عيوب مشاكل فيه انا عندي فيه الامانة العلمية نفسها فيه مشكلة عندي معاه في مسألة ان فيه حاجات بتدل ان الكتاب زي كتاب بتاع تاريخ المغول مثلا هتلاقي فيه حاجات تدل ان اللي كتب ده جير اللي كتب ده الاثنين مفروض كتاب واحد عليه اسم الدكتور تمام؟ فيه حاجات تلاقي رأيه هنا بيتغير بعد كام صفحة والدنيا تحسن مش هو واحد اللي كتب الكتب دي يعني ليه الامارات تضر مصر في اسيوبيا والسودان ومحمد بن زاد كل فترة يجي الزيارة؟ اه عالم مؤذية هنعمل لهم ايه؟ اه ليبرمن بس ليبرمن هو مهوس على بعض الاصدقاء المتابعين يعني قالوا لا هو مهوس بالعداء مع مصر من زمان ليه الشعوب مستباحة كده؟ انت بتكلم مع شعوبنا؟ ليه الشعب الامريكي مستباح كده يعني يعني انت مش متخيل الدنيا عاملة زي الوضع صعب جدا وقمع القراء وانت بتتكلم ان البيتحك دلوقتي بيتم جلب الناس في الكونجرس عشان يعودوا ازاي فيه ناس رفعت اعلام فلسطين يعني ده حاجة جنان الشعوب مستباحة ليه؟ ده تفصيل بقى قصة كبيرة بقى حل الدولتين ده ممكن يكون حل انتقال كويس؟ لا طبعا انسوا الكمام ده كام فارغ مفيش حاجة اسمها حل الدولتين ولا اليهود هيقبلو ولا الفلسطين هيقبلو سيبكم متكامل فارغ ده؟ يكون فيه جيش فلسطيني معترف بيه بس هل ده هيكلفنا المقاومة تحترف سيبكم متكامل فارغ ده يا جماعة جيش فلسطيني اسرائيل ايه اللي تخلي فيه حاجة اسمها جيش فلسطيني؟ اسرائيل مش طيقة فتح اللي بتتعامل معه بتبعت لها اسامي الناس واي واحد معهم سدس فتح بتقبض عليه اسرائيل مش طيقةهم ما اعتبرهم ارهابيين اسرائيل مين ده اللي تعمل جيش فلسطيني؟ هي حتبقى مش عايزة يا جماعة يا جماعة الله يكرمكم اللي كود ده اليمين الصهيوني تمام؟ اليمين اليهودي دول عملوا حاجة اسم حركة تصحيح للصهيونية ان الصهيونية نشأت اه على ايدي علمانيين و اه كانت تبدو ان هي محاولة اه محاولة اه اه هو سرقين الفكرة القومية الفكرة القومية الاوروبي حاولوا يعملون توليفة كده هم شوية نصابين ودجالين اصلا حتى المفكرين بتوعهم مفكرين اه حتى بيليو بنسكر بكل المفكرين بتوع القرن التساعتاشر دو كلهم حاجات اه بموسيس هس بتاعها كلها حاجات منقولة وهم بيشتغل بها مش هما يعني فكرة قومية اوروبي مش عارف ايه بس كان الاساس بتاعه هو الرابط مع فلسطين ان دي هتكون رابط الشعب بتاعنا ده المكان اللي لازم يروح له الشعب بتاعنا ففيك فكرة علمانية في الموضوع شوية تمام الجزول قومية علمانية هم حاولوا يدمجوها مع اليهودية بداية من اه من جابوت الناسكي اه بس هيبدأ بقى مع اللي كود واضحة بقى مع اليمين اليهودي اللي هيبدأ بقى حخامات يخلوا الصهيونية دينية الصهيونية تبقى عقيدة يهودية يهودية بقى فلسطين دي جاية عشان نخلي المسيح ينزل الكيام بتاع التاريخي الرأي اللي كان موجود في التاريخ احيانا اللي هي فكرة ان احنا لا احنا الصهيونية دي شكرا للناس العلمانين غوروا بقى في دهيا انت كنت لكم وقت في مرحلة من مراحل التاريخ في نشأة الدولة شكرا ما لكمش بقى كعمل وكناس علمانين مكان الدولة دي دولة يهودية وفلسطين دي لازم تتعامل يطرد منها كل الكفار اللي هم المسلمين والمسيحيين يضطردوا من الدولة بالكامل عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل دولة يهودية بالكامل ونهدم المسجد الاقصى ونبني الهيكل عشان المسيح ينزل فبس المسألة بتاعت المسألة بتاعت اللي هي الدولة يهودية الدولة يهودية مفيش حاجة اسمها المسكين وبعدين النيتنياهو لو مشي في ناس متطرفين اكتر يعني الدنيا بالنسبة لهم لا في ناس متدينين اكتر ممكن ييجوا خلاص بقى مسألة ان دولة تجيب بقى ناس بتوع حل الدولتين وبتاع لا مش هو ده التوجه السائد في ودي من الحاجات اللي بخليها بايدن واليهود بتوع امريكا احدى خلافات ما بينهم بين اليهود اللي في اسرائيل هي واحدة من الخلافات الموضوع ده ان يهود امريكا لسه الميول العلمانية عندهم جامدة وان احنا ايه ان احنا ممكن اه ندي الفلسطين حاجة كده نرميلهم عظمة وبتاع ويتليهوا بيها ونفضل محاصرينهم وحاجات زي كده ودي بقى اسمها ده والليتين ويبقى عملناهم حاجة اليهود اللي موجودين في اسرائيل اسرائيل بتاميل ان اللي كود نفسه هو مرحلة من مراحل وتغور في ده هي فيه بقى اليمين بقى اللي هو بن غفير والناس دي ان هي تبدأ تسيطر بصورة اكبر يعني بقى اه لا بقى ده احنا عايزين المسيح ينزل يعني ينزل فلازم نطرد بقى لازم نسرع من السنوات ديت ان احنا لازم المسجد الاقصى لازم يتهدم باي شكل عشان نبني الهيكل ولازم المسلمين كلهم يضطردوا هما والمسيحيين يضطردوا ونفضل الارض دي من الانجاز بتاعك الفلسطينية بس فاتا بتتكلم محالي لو التين ده كان كان يتضحك عليه بين العلمانين اليهود والعلمانين المسلمين زمان يعني الحرب حاليا دينية اسلام وضد يهودية بواضحة يعني تاتة وسبعين يعتبر انتصار مصر استعادت ارضها ما يعتبرش انتصار مصر استعادت ارضها بالشروط اللي هي اسرائيل كانت طلبها من اه يعني الشروط دي لم تكن اسرائيل تجرؤ تطلبها من عبد الناصر يعني يعني بصوا فين بدرة كانت تتعامت وكان فين حولات تتعامت من اسرائيل اه بوساطة امريكية ايام عبد الناصر بعد ما تهزم في سبعة وستين ان اسرائيل تنسحب من سيناء مقابل ان سيناء تبقى منطقة اه خالية من السلاح تمام وان ننسى غزة بقى وننسى الحاجات دي كلها وعبد الناصر رفض يا جماعة على الكام ده يعني الحرب تاتة وسبعين لما تيجي تشوف كل اللي تعمل ده هو اللي تعمل ده لو كان في النهاية ان احنا حنخلي سيناء شبه خالية من السلاح والكام ده كله ونعمل تطبيع مع اسرائيل سلام مع اسرائيل هي ما كانوش طلبينه بالجرأة دي اللي عملوها يعني هم ما كانوش بيطلبوا من عبد الناصر في سبعة وستين او في تمانية وستين تقريبا ما طلبوش منه الجرأة دي والبجاحة دي ان توافق ان احنا نعمل تطبيع ما لا بس خلي جيشك يبقى بعيد تبقى سيناء دي بقى فارزون بس يعني ما بيننا كده فلا السيدات عملها وعمل اللي هم عايزينهم اصلا وخطة الاصلية عملها لهم جنب انه رح ياخدوا البوسة دي كمان ان احنا حنعمل تطبيع معاك وده يا جماعة ده ده انتصار ايه يعني ده لو انت بتعتبر انتصار هو مش انتصار ولا هزيمة عسكريا هو لا انتصار ولا هزيمة تمام في مجمع الحرب ما بعد ذلك بقى ما ينفعش تقسم موضوع استعادة الارض دي واحنا احنا وانا بتكلم مع واحد يهودي فعاي عايزة هزة وقول له انت انتصار لما يجي يقول له ان احنا انتصارنا وقول له ما فيش حد بينتصر بتكون ان هو في ايدي سيناء كلها وما بقيتش في ايدي فده اه صح لما انا رد بيه على واحد يهودي بيدعي ان هو اسرائيل انتصرت في هذه الحرب لا ما فيش حد بينتصر في حرب وانتصرت في الحرب ديات وسبت سيناء بالكامل رجع اه خليتها للمصريين اه والله لو فاضية من السلاح بس خليت قوات شرطة مصرية ولا بتا يبا انت زي انتصرت انت كان معاك كل الاراضي دي سيناء دي كلها في ايديك ما بقيتش في ايديك متقوليش ان انت انت انتصرت ما انفعش يهودي يقول لي كده اه السيدات في البحث عن الزيت قال اصلا قال انه كان فيه خطط ممكن تقدع على السجرة لكن بمجزرة تخلي عميد السلام مستحيلة فكار ما عملهاش وقبله وقفة لكو نر عشان هو راجل سلامه السيدات اه راجل سلامه اه 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 اخوات مصرية هزموا بريطانيين وطردوهم وعجزوا عن اليهود تمانية واربعين احنا هزمنا بريطانيين فين دي ايه ادريس امت مصر هزمت بريطانيا دي حملناها ازاي دي سنة كام يعني لا طبعا اه كان بيتعمل عمليات فدائية ضد البريطانيين في فقال السويس بس ما فيش اه اه ما فيش كام ده هزمنا بريطانيا فين تهزمها ازاي بريطانيا كانت عندها طبعا من حرب عمليات تانية قامت جراحة ومتبهدلة وبتاع بس انت السلاح بتاعك دبابتين واحصان يعني تطرد ميه ليه العراق ولبنان وسوريا لم يبذلوا جهد في حرب تمانية واربعين ايه مصلحتهم من ترك اسرائيل وعدم بازل جهد بازل جهد بس ما كانش فيه خطة بالنسبة للبنان وسوريا ما كانش فيه مشاركة حقيقية يعني سوريا كانت دخلة الدبابات السلاح الدبابات كانت مركزة بيه بس اه 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 تم تخوفهم فماكملوش في الحرب يعني الصفة والطبارية اه اه العراق برضو يعني كانت حاولت بس برضو ما 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 دخلتش برضو ما استمرتش في الحرب كتير يعني وقفت عطول اه محكامة كولرادو منعت ترامب انتخابات عالفين عشرين واليمين بيهدد بحرب اهلية اه نفسهم في حرب اهلية ربنا يوفقهم يا رب ربنا يوفقهم ويكرمهم وربنا ينفق بسراتهم ويبطلوا جوب من اليمين الامريكي ده ومحافظينه يا رب يا رب يشيلوا سلاح ويولعوا في امريكا كله وينفزه اللي بيعملون ان هما حيدربوا الساحل اللي تعمل في مذاكرات تيرنر ان يدربوا واشنطن بالناو يا رب يا رب. يعني يا رب ربنا يوفقهم. ربنا يوفقهم يا رب.وربنا يوفق اليسار ويولعها ويحرقوا بعضهم. ما اللي اتنين يا رب ربنا يوفقهم واللي اتنين يقتنعوا بقى اخيرا ويبطالوا البقء الكتير ويقوموا يولعوا بعضهم وامريكا تشجع الحرب يا رب ربنا يوفقهم دعم الحسين لجازة نابع من ايمان حقيقي بالقضية وكل يمني اكيد مؤمن بقضية فلسطينية دي ما لهاش علاقة يعني ولا لعبة سياسية عشان تاخد شرعية ودعم من الشعوب العربية امام السعودية ده ايران قصتها كلها اصلا هي اللي هو بيلعب نفس لعبة ايران ان انا بقدم نفسي كبديل للعالم السني ان انا بقدم نفسي ان انا الدولة اللي حتعمل وحتعمل وحتعمل بس لو اديتوني القيادة وعملوا لكتلة الشرعية بس وده مشروع ايران باختصار يعني اخونا هنا بيتكلم يعني بس انا عايز اخونا سلدرا بيتكلم ان هو الدعم سريع بيجيب قبايل عرب الشتات في سحرات افريقيا دارفور وتشاد والنيجر ونيجيريا وافريقيا الوسطى وبيسكنون في بيوت النازحين دي قبايل بدوية عندها مشاكل كتير مع بقية القبايل الافريقية لا يبقى كده الموضوع محتاج يعني ايراية كتير اوي مني لازم اقرب كده كتير اه اه دي بقى دي حاجات بقى عندي عارفينها اخونا هنا بيقول عن دوم عنصرية وكرهية شديدة من مصر ومصريين وحتى اعلامهم كان بيثور نفسه كم محرر من الاحتلال المصري اما هدي يعني انت انت جايب يعني مسألت حتى نادي كورة زي الاهل المصري اخر كم سنة كان واضح ان فيه خط في السودان رايح ناحية محاولة صناعة اه اه قتل لعيبة عايزين يعملوا حاجة كده فيها جريمة يعني فيه وكان واضح جدا ان فيه سكة كده وخط بداخل السودان عايز يقتل او يعمل جريمة مع النادي الاهل مش مش كورة خالص الموضوع فيه غرض معين ان هم يقتلوا لعيبة يقتلوا حاجة يعملوا جريمة في مع مع مصر اي حد مصري فطبعا يعني دول حيوانات يعني انا عارف ان دول حيوانات من زمان وشوفناهم حيوانات حيوانات مجرمين وكانوا قدروا ياخدوا السودانيين كتير معاهم في في السكة دي بتقول يلا يا ابن الرقاصة والكامل اللي انتم كنتوا بتشاهد اي حد مصري كان اراه يعني تابع الملف ده شايف الكلام يلا يا ولاد الرقاصة يلا يا ولاد اللي مش عارف ايه وكامل كان السودانيين اه وناس كتيرة من السودانيين استجابه لهؤلاء المجرمين الحيوانات وبقى عامين يردده الكلام ده واشتماف المصريين ومحاولت يعني يجو في استاد القاهرة ويحاول يضربه اللعيبة بتاعت للاهلي وبتاعت كان اجرام يعني ونادي قاظر وكان لان كان النادي لان فيه نادي تاني اسمه مريخ السوداني مسلا ما كانش بيعمل واحد على مليون من اللي بيحصل ده. والنادي قاظر وكان واضح ان هو ماشي في السكة دي سكة الخطة بتاعت محاولة اشعال الامر مع مصر دي. وحتى ما كنت مستغرب ان دي ده لقات خطيرة ج جدا ازايك وادا السياسية نايمة يعني فيه ايه ايه فيه ايه اعم فيه حاجة كده فيه خط رهيب بيتعامل ضدك هناك ده انت ده انت المفروض تدي بالجازمة لان بس ايه وكان واضح ان فيه محاولة يعني السياسات الخارجية المصريبية لكلها الاسف مش مش كويسة يعني يا حماس نفسه سياسة الاخوان انت رايك احاهاها حماس يا راجل ايه زي 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 نفسه سياسة الاخوان انا مقصودش هدافع عنه الاخ اللي كان بيكام عن مرتدى منصور بيقول انا مقصودش هدافع عنه ولا اعرف هو بيقول ايه انا بقولك انت عشان ما تشيلش زنب ولا شيل معاك ما تعرفش مرتدى منصور ما تعرفش هو بيقول ايه جزاك الله كل خير على نسيحتك اخونا علاء ايه الوضع في سوريا دلوقتي واخبار جيش الفتح ايه ورأي حضرتك في الجولاني ربنا يعني بس الوضع سيء الوضع سيء اليهودي ده مش ممكن يقول انه انتصر بفرض شروطه تم شروطه كانت متنفذة كلها ايه فرض شروطه شروطه في ايه قلت رأيي في اعلان فشل في مفاوضات سد النهضة حملة فريزر بريطانيا تهزمت حملة فريزر ايه كان فين انت سنة كام انت مين يا راجل اوله كرن التسعتاشر بدايت لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في كرن التسعتاشر هتجيب بتقول لي اه هي مصرها هزمت بريطانيا يا رجل. اه تتحسب لنا واحدة يعني واحد سفر للمصر في بريطانيا. وبالنسبة هي دي كانت حاجة عند الانجليز. ان هم كانوا شايفين ان احنا رضينا على حاملة فريزر للفشل. فهي فعلا هي محسوبة لنا واحد سفر بس ثم بعد كده بقى بتاعت التماينات دي الغزو اللي عملو في التماينات بقى بقى عشرة واحد. هل ممكن بعد خمساشر سنة من دلوقتي يحصل جفاف في مصر? لا والله في خبراء بيتكلموا ان مش هنستنى خمساشر سنة ولا حاجة يعني. اه ممكن بعد خمس سنين. ايه منهجية مصر في سياستها خارجية? ايه رأيكم نعمل حلقة عن الموضوع ده? اه ممكن. انا في في كان عملت من حوالي كم شهر كده كنت عملت اه مقال كده وبس عندي يعني اه رؤوس عناوين وبس فيها تفاصيل كتير عن مسألة سياسات خارجية المصرية على مدار التاريخ خاصة التاريخ الحديث. بس ما وكنت فكرت ان انا اعملها حلقة او نتكلم فيها لان السياسة الخارجية المصرية مش مش سهلة بالمناسبة. مش مش عبيدة قوي زي ما البعض متوقع يعني. ماشي اه يعني اه سياسة مش اه ايه السؤال بتاعك? ليه اورانجز ايب عليه جدل تاريخي كبير? هل هو كان محافظ ولا يعني امبراطورية المغول في عهده كانت وصلت لحاجة كبيرة جدا في الهند وفي نفس الوقت فيه كلام كتير على هو كان سلوكياته شخصية وعقدته وحاجات زي كده. بس او مش بس يعني دي اللي انا متذكره لان الكتاب انا قريبه من حوالي سبعة تمان سنية. فانا فاكر ان كان من ضمن الحاجات اللي عاملة مشاكل هو رأيه في زيب هو تحديدا هو اللي خليني حاسية انتقوش مستحيل بقى هو كاتب الكتاب ده يمدح فيه فيه هنا ويبعد كام صفحة يزم فيه. هل الحكومة اللي هتكون بعد انتنياهو هتكون يسارية ولا ستكون مضطرفة اكتر من حكومة محلية? ان شاء الله تكون انتنياهو ده يعني اخر حاجة بازن الله. بغض النظر عن عبد الناصر وافعاله هل طرد اليهود من مصر كان قرار صحيح? هل عبد الناصر طرد اليهود من مصر فعلا? ها فيه يهود على الفكرة ده فيه ممثلة مشهورة جدا اصلا وكانت دكت في مسلسلات المفروض دي يعني عن التجاسية بتاعه هي ممثلة يهودية مصرية. عايشت غير دلوقتي بمناسبة وكانت بتعمل مسلسلات يعني لو لو جبتها الناس اللي عارفها مسلسلات وكده حيتصدموا واحدة من يعني نجمة يعني. النجمات الصف الرابع اه بس معروفة بتطلع في مسلسلات كتير وفي التلفزيون يعني. ويهودية. فمثالة الطرد دي الطرد بتاع كل اليهود من مصر هما كانوا بيهربوا من المصدقوا ان اسرائيل بعد سبعة وستين بقى فيه هجرة كبيرة جدا لناحية اه ناحية اسرائيل يعني من السفردين اللي هما اليهود كل بتاع المشرق. ايه ايه تاني. الحمد لله لان الكلام احبكم الله يا خياني. هل ممكن نعمل حلقات نحلل فيها عسكريا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم? عسكريا لا ممكن نتكلم عن حاجات الحلقات اللي انا كنت عايز نتكلم فيها عن الغزوات ما كنش حكلم عسكريا يعني. اصد التفاصيل العسكرية. اولا فيه حاجات كتيرة الحمد لله في يعني فيه كتب فعلا نازت مجلدات كمان. كان بتتكلم على الفتوحات المسلمين وعلى المغازي وازاي الحاجات العسكرية. وفيه حاجات مرسوم فيها شكل الخطط اللي تم تنفذها وحاجات كده. اه وفيه حاجات على اليوتيوب كتير في هذا الامر فما فيش اضافة يعني انا هعملها. مش هعرف ابقى حتى بالجودة بتاعت الناس دي. انا شفت الناس شفت حاجات عاملنا عظيمة يعني. هل صحيح قصة اختفاء الجيش كومبيز الفارسي في واحد مصر? الحتة دي مش اريها كويس في التاريخ المصري. المرحلة المتأخرة مش اريها كويس. اه كان الجولاني بيقول ان وجود حزب اللات مرتبط بوجود نظام بشار. هل الكلام ده صحيح? صحيح بالنسبة كبيرة. اه. صحيح بالنسبة كبيرة. اه لكن اه ما ممكن حزب اللاتي وحقول له طبعا انت وجودك مرتبط بوجود اردوغان في تركيا يعني. اه. اه. ايدي. مرسة جبعة. ما فيش تنظيم مقاوم بيواجه دول في اي حتة في الدنيا. الا ولازم يكون الظهر بتاعه. الظهر المباشر. لو التنظيم ده استمر اكتر من عدة سنوات. لازم يكون فيه امداد شغال. تمام? اي حد يعني هيقول لك لأ بيجزب عليك. اي لا ده دول اعداء بعض. لا ده دول جولاني فيه مش عارفين مع تركيا. ده كزا فيه كزا مع اه. كل الكلام ده بص. ما فيش حاجة سمها تنظيم يقعد سنوات طويلة. وهو محاصر فعلا. محاصر حصار حقيقي. من كل الاتجاهات. ما فيش كامدة. ماشي? خدوها قاعدة بقى صدقوها. بتصدقوناش طبقوها هنا طبقوها هنا. حتى فيتنام. حتى فيتنام طبعا. طبعا. كان فيتنام فيه ظهير معهم بشغال معهم. طب في افغانستان حتى افغانستان سوفيت ما واقعوش. هي الفكرة طالبان بقى ازاي كان شغالها? شغالت تكتيك معين بحاجات معينة ممكن نتناقش عنها اه في في مساءة الاحتلال الامريكي. هل هل كان فيه امداد لوجستي من جهات معينة? طب كانت ايه? طب كانت ازاي? الطالبان دي كصة مختلفة. انما تنظيم متحاصر في حزب الله تنظيم محاصر. ادلب ادلب محاصرة. حتجيب منين يعني لو فيه فعلا انقطاع. عايشي شوفها اشوف حلب. ليه بنقول اردوغان باع حلب? عشان بعد الانقلاب واللي كان واضح ان فيه محاولة بينهم وبين الروس التفاهم ان نخده حلب بقى. عارفنا منين? لان حلب كان انقطع. الجيش السوري حاوتها من كل كان فاضل حتة. الحتة دي كان واضح ان الامداد توقف ما بقاش فيه دعم للثورة. من من تركيا اللي اتراكنا بسهم. فاحنا كنا عارفنا ان خلاص مساءات وقت وحلب حتا سكوت. خلاص يعني احنا عارفنا كنا عارفنا قبلها بسنة او اكتر كمان. ان المساء مساءات وقت وحلب حتا سكوت حتا سكوت. خلاص. لان كان فيه كلام ان الجابات ما عنداش زخيرة وما عنداش اي حاجة. وواضح ان فيه حاجة جاي من فوق مع السلامة بقى حدد. من الاتراك. ففيش حاجة اسمها حد يقولك ان دي شغالين مع نفسيهم واصل مش عارف ايه. الكلام ده ده حلو اعلاميا. الكلام ده حلو ان انت تدي عندك ثقة بالنفس وبتاع ان الكلام ده جرحة حقيقة. ما بيحصلش. لازم اللي وراك يبقى شغال معاك. بجاهة بشكل ما. او سكت عليك او بيت متفاهم معاك في تفاهمات. لازم لازم ملاش حل. هل هتعمل اي سياسة او بزوس في رمضان? يا الله ما بلغنا رمضان اقسم بالله انا لو احكي لكم انا ما سدقت اصلا اطلع بس كده عشان ورايا مش عارف بعد ايه هعمل كزا ورايح طول النهار في حاجات يعني منبارح وابني بعد العملية يعني ابني دي ووضعها صعب وحنروح للدكتوريوم السابت فالدنيا صعبة يعني الدنيا انا اصلا اطلع عشان اريح شوية واطلع من الاجواء اللي انا عايش فيها انا اجواء لدرجة ان حتى المجلسير المفروض هنقشوا في المناقشة وفي اي وقت اصلا فطرة في خلال الاسميع الجاية والله ما فاضي حتى اروح امشي في الورق اللي هي الورق الاخير ده اللي هو بتاع الرسالة ده مش فاضي مش فاضي اروح اخلصهم الورق حتى وفاهمتهم وروحت قلت للناس الكلية انا فعلا مش فاضي ان انا اتكلم بقى برسوس رمضان وبعايد اخدت درس انا كنت اقول لكم discussing 2222 دي عندنا خطة عرض الصين وعندنا خطة سلاسل مش عايف كنا حطين السنة دي حتبقى مليانة سلاسل فاكرين 2022 اه كان مش مش دسمبر حتى قلناه شهر 11 نوفمبر قلناه حنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الفين تاتة وعشرين دي نساوية نساوية والصين وا 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 ولا الهواء ولا الهواء والله ولا ولا يعني السيادي صعبة جدا جدا. الهند والصين اه السنة دي. اه ايه رأيك في ان مصري بتدعم الدول مجورة الاسيوبيا وتساعدهم في انتاج الكهرباء عشان اه لقطع الطريقة على الاسيوبيا. اه طبعا مواضحة يعني مش بحتاجة. انت ايه فجأة اه تنزانيا بحبك اول تنزانيا تعالي ادي لك اعمل لك سد كبير اوي بتنزانيا عشان يولد الكهرباء. ايه دي تعالي بحبك اوي يا جنوب السودان بحبك فجأة مصر بقيت بتحب كل الدول اللي حوالين اسوبيا ونفسها تعمل لهم مشاريع كهرباء لللاف لللاة كده. ما ما يعني خطة مفقوسة يعني واضحة اوي يعني. ونجحة بالمناسبة هي نجحة فعلا هي اسوبيا كانت معتمدة على حاجة على سد النهضة ده جزء كبير منه على مسالة ان انا هصدر الكهرباء اللي هتطلع منه. اه انت عاملين سد النهضة اصلا كله ليه اصلا يعني. المية عشان المية? لا سوبيا غرقانة مية اصلا. هي مشكلتها مشكلة الهضاب والجبال اللي هي انها هضب اساس. فالمشكلة بتاعت السد ان هي سوبيا فقيرة جدا وفقيرة بالطاقة. وهي والدول المحيطة بها. فاحنا الفكرة بتاعت السد ان انا اعمل سد اولد منه طاقة. فباعة للدول اللي حواليه اجيب فلوس. والدولة تتنغنغ وتتزهز وتعمل سدود تانية وبتاع. تمام? راح ات مصر عاملة اه في اللي حواليها حاجات الكهرباء. ها? ادي الكهرباء حتبيعوا المين بقى? انتو ككهرباء تبيعوها المين? فالخطة الاساسية بتاعت سد النهضة الهدف الرئيسي الاسيوبيا اصلا كان دايما عاملها حلم. هي الفكرة بتاعت للسدود دي اللي قطع الطريقة عليها. ده صحيح اه. وزان بقول لك خطة مفقوسة قوي يعني. اه فجأة بتحبينك قوي يا تنزانيا. نعمل لك سد عظيم وكبير قوي. بقى لنا سنين شاء جايين في من كتر حبنا لتنزانيا. اللي هو بالاسلام في امريكا لو ماشي على خطة ايباك هيبقى فيه تأثير? اه يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل. عارف من زي تلاقي باك كم? ربع مليار دولار. حوالي امتين وخمسين مليون دولار. انت بقى تقدر تعمل حاجة بالمنظر ده? اتقدر لو الدول العربية اه بس هي الدول العربية متوافقة في القراء يعني وحتعمل تضغط تضغط على الرئاسة الامريكية عشان تدي للفلسطينيين فلسطين وكام ده? عندك الكلام ده? اه انسى. ده جري ان انت لازم تعرف ان انت جسم معادي مش مجرد. لا لما تعمل لما تقف على راسك انت جسم معادي للحضارة غربية. حضارة يسارية علمانية حضارة مسيحية حضارة ملحدة حضارة بتاع المسي. الاسلام دايما العدوي لهذه الحضارة في كل اطوارها. فانت اليساري عدوك. بتاع اللوطية ده ما هو عدوك. هو بيقول ان عايز المسلم بصفات معينة. المسلم اللي يدخل معي كحاجة من التنوع ان ما هو بعديك. والبرامج بايدين عمل برامج من ساعة ما جاء برامج حققية عشان اه ينشر اللوطية والتساول مع النسوية والحاجات دي كلها. من البيت الابيض نفسه بعد ازنكم انا. ايو? احباء ايو؟ احباء curso بيض مهمة عشانية انا بردامي طيب ممكن يوم الزبط يلا سريع هل ستستمر لامتا اسرائيل حتوضى مستمرة الحرب؟ مش عارف الاجابة هنالش عرفني انا مؤمن انتنياهو الجيش الاسرائيلي مش عارف الحرب حتستمر لامتا اخوة الله هلي هديكو انا مش عارف الاسئلة الجريبة مثل اوكرانيا حتنتصر الاسئلة الي كانت من ساعتين دي اول ما بدأ غزو روسيا الاوكرانيا اه 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 روسيا هتشهر كام هتوقف الحرب. بوتين مش عارف انا هاعرف. هل كوريا الشاملية كو عسكرية حقية اه طبعا. وامريكا غير قادرة عليها عسكرية. انتمثلت هديد حقيقي لامريكا. هدي مثال بقى مهم جدا لنموزج الخطر النووي اللي انا كنت اكلمكم عليه. كوريا شاملية عسكريا كقوة عسكرية بدون النووي. لا امريكا تقدر عليها. ده كوريا الجنوبية تقدر عليها. انما معاها النووي والمنزومة التوصيل اللي توصل النووي الامريكا. بس خلاص هي بقى اكديك فيها يا بس. قناة السويس هتتبع. اه والله اللي اخي الورا ورق احمي جاوبك اعطيك. هتتبع يعني. ايه رأيك في الوضع الحالي في روسيا واوكرانيا? الفاكرين لما كنت في اول حرب قلتلكم روسيا اداءها دايما في بداية الحروب بيبقى سايق وبعد كده بتتحسن? انا ده ده رأيه. ان طبعا وضع روسيا وحتى اه رئيس الاركان او وزير الدفاع الاوكراني كان في الكونجرس وقل له من يعني من خلاص الحرب يعني. ان احنا وصلنا لاخيرنا. مش حنيدار نعمل شاجة اكتر من كده. كاوكراني يعني. خلاص هي واروسيا عملت اليها عايزة؟ ليه امريكا مقارنة من باقي دول عام لانقلابات فيها صعبة? فيه حلقة بس مباشرة موجودة في القناة هنا. كنا عملين عن مساء الإمزا لا تحدث انقلابات فاء امريكا. كلمنا عنها. يعني الموضوع ده على دقته وعملناها قبل كده. هل رشحت لنا قنوات يوتيوب كاست او شخصيات تعتقد انها نافعة? اه دكتور مفيه السلاح يضرب النووي في منتصر الطريق قبل يوصول الهدف? لا. محمد بيسأل هل في مفيه السلاح يضرب النووي في منتصر الطريق قبل ما يوصل الهدف? اه يضرر الناس ثانية بس يضر الناس ثانية بس مش هيدرك. مفيش اصلا حاجة توقف الصاروخ. هوقفه ازاي? هل يوجد حاليا الحاكم يهدف نصرة الاسلام والمسلمين? يا سيدي تسعة وتسعين في المية منهم مقطعين نومة اللي بيعملو ده نصرة للاسلام والمسلمين. اتكلم عن تجربة حضرتي في دورة العلم بعد الجامعة انا اتكلمت عن حياتي الدراسية بما يكفي انا اتكلمت كتير وكتير 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 سنين بكان فيها حيبقى الموضوع ممل ومتكرر. اه هل ممكن تكرر مشروع عبدالقادير خان مرة تانية في الامة الاسلامية? طبعا مش لازم نفس الظروف بس طبعا اه ممكن. لماذا الدول الغربية لم تعد مستعدة لدعم اوكرانيا رغم ان من مصلحتها ذلك? يعني انت لو تعرف مسلا ان بريطانيا الدبابات فيها اه مخزون الدبابات قل جدا. وان مخزون الزخيرة في المانيا بسبب حرب اسرائيل دي بيفضى مخزون الزخيرة عندها في المانيا. ووضع الاوروبا بشكل عام. بصوا جماعة. اه مسألة ان اه 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 اوروبا وضعها عامل ازاي? اوروبا اوروبا اخترت الرفاه. الناس نفسها زي اوروبا. بصوا اوروبا. بصوا بعد الحرب اوروبا. ايوة جماعة. هي اخترت الرفاه. طبعا بمساعدة امريكية بكل حاجة. بس واضح جدا من ما بعد الالفية كانت اوروبا مختارة الرفاهية بتاعت الشعوب. والدلع والعيشة التمام على حساب القوة العسكرية بتاعتها. ولله الحمد. ولله الحمد. وربنا يضعفهم كمان وكمان. بس فهي دي المشكلة. هي اوروبا عايشة على سمعة امريكا. ان هي حمياة. وللا اوروبا كان حيبقى وضعها زي الزفت قدام روسيا. لو لو اوروبا لوحدها قدام روسيا. ليه امريكا مش بيدين انتخابات في مصر? تدينها ليه يعني انتخابات عظيمة. فيه سواريخ اعتراضية مثل باترويت وتد. ومنظومة قريحة. ما فيهش حبيبي سواريخ النووي اللي عابرة للقارات. مع المسافات اللي هي بتطلع منها. مع كزا. حاجات كثيرة جدا صعب جدا ان انت تعرف تدرب الصوريخ دي. خاصة بقى مع الحاجات اللي نزلة اااا. ااا. الحاجات اللي هي نزلة بقى اللي هي بفرط صوتي. والحاجات دي اللي خالص مش هتعرف تجيبه ابدا. حالا احنا في رغصات حرب العالمية الثالثة بسبب صعود اليمين في اغلب اوروبا. ايه لحرب العالمية الثالثة انا بسألكم ايه لشكل الحرب عامية الثالثة هل روسيا عندها قدرة اللي تقدر تكمل على بقية اوروبا لها ما عنداش قدرة ولا خلاص هتوقف فطرة طويلة وتثبت على الاوكرانيا انا اشك ان روسيا عندها قدرة ان هي تكمل الاوكرانيا نفسها لا لا خلاص روسيا روسيا اتجرحت جامد في الحرب دي خدت اخدت جروح جامدة جدا يعني يعني في كلام بس انا الاعلام الغربي كذب ومعتاد الكذب ودايما يعمل حاجات كده اا كان في كلام على ان القتلة بتاعها فوق المتين الف ده لو الخبر ده حقيقية قتلة فوق المتين الف من من روسيا يا خبرة بيض ده تبقى يعني اا حاجة حاجة صعبة قوي يعني. اا ماذا بعد سيطرة روسيا الاوكرانيا هل ممكن تدخل فنلندا? لو قدرت تسيطر عليها بالكامل يعني دي. اا اقاف صروق عبر القراطمس لا اقاف رصاصة برصاصة اخرى شيء مستحيل. حاجات كثيرة جدا يعني انا ده ده تشبيه كويس يعني. فعلا انت بتتصارع مع الحاجات دي كلها ان انت توقف يعني اا 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 دي تشوفها في الافليان بس اللي وقت بيدرب تلقى فالتاني بيدرب تلقى فعش يدربه بعد. هل معقول تكون مطامع الامارات بالسودان الداب فقط? لأ طبعا ده. لأ طبعا. لأ طبعا. اا الامارات بتصرف صرف جنوني عشان تقول تسليح وحاجات زي كده يعني. يعني مليارات صوفي حت اا اترمت عالارض في السودان دي. فلا في اهداف اا اهداف كبيرة جدا. طبش تخيل يعني ايه سيطرة عالسودان دي? السيطرة عالسودان دي كصة كبيرة قوي قوي قوي. طيب. كده مزنش في حاجة تانية ممكن نتكلم معنا النهاردة. خلاص كده. دولة زي الامارات لها اطمار اطمعتها والسعية على الرغم من انها دولة مرفاهة اقتصادية تم امريكا دولة مرفاهة اقتصادية لها اطمعتها والسعية والصين لا مورجان انت بتحبني اه ماشي انا يعنتزر لك يا سيدي Sehr لا تكلمة اتكلمة دي بس يعني انتاتا تحبني بصراحة انت اا 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 ا ااي اييه مستقبل اسلام الديمقراطية هل تعلمنا الدراس ايه من اللي تعلم تلك ما انا المنتعلم انت وانا مين اليه وتعلم ايه هل تعلمنا الدراس اخبر時 احنا عارفين ايه قم ال配 depok maker من قبل ان انا 20 سنة ندال مسارية ايه مين اللي تعلم ايه يا جماعة اللي هو ايه اه ها يا جماعة تعلمتوا الدرس ولا مين تتكلم عليه نحنا? اه كتاب ايه الفهم الوضع العالمي? ما كانش اتعذر والله. اه اه بحب انا الاخوة اللي يقولك ايه الدين اكتاب كده يفهمني الوضع العالمي كله عامل ازاي? اه 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 ازاي كانت ساعات يروح حد بسلا بعض الاخوة كده في اول حرب اه بتاعت غزة اه بعض الاخوة يدخل يقولي لو سبحت ممكن في كومنت كده تقولي ايه قصة السهيونية وفلسطين واسرائيل في كومنت اه 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 والله لا عزوك ان تجي لي حاجات كده يعني معيش انا مش عارف اي حاجة ممكن تتعلق لي كده تعليق سريع مسلا او في كومنت او في رسالة صغيرة كده تقولي ايه قصة فلسطين واسرائيل دي و ايه السهيونية دي وبتاع سريعا في السريع كده في كومنت اه زي اخونا بيقول زي مسلا حد يقولك اديني مقالة اقراها بعد كده اكون قادر قادر على تحليل وضع السياسي الحالي كانش اتعذر عندك اختبار احسى كمان اربع ساعات اخليك قاعدة محمد ما تروحش الامتحان خليك قاعدة حبيبي انا البس بتاعي ده احسن مئة مرة من الامتحان حبيبي خليك قاعدة هل امكانية تقاف النوم مستحيلة حتى لو قابل الاطلاق اه هوقفه ازاي قبل الاطلاق دي اه اخونا امير لو حصل ان انت كررت كومنت ده تاني معلش مش هينفعا تكمل بالمنظر ده لو سمحت ما تكتبش كومنت ستين الف مرة مش هجاوب على السؤال ده لو كتبته تلاتين مليون مرة عندك ابتحان يوم الاحد قاعد تعمل ايه لماذا تحاول الانظمة العلمانية فرض العلمانية على المجتمعات الاسلامية لانها معلمانة الانظمة بس يعني في حاجات مؤمنين هم بكده مؤمنين ده مصلحة الوطن هم فعلا ما يجيش حاجات اه هم كده هو ده بالنسبة لهم الاسلام يعني يعني مش عايزين تطرف بقى ولا حاجات تعمل لنا مشاكل الارض مربعة مسلسة اه انا انا النهاردة بقى فاتح الباس البابلك مش عامل سابسكرايبرز المدة معينة وتاع فشايف ناس اسئلة جميلة هو في اجابة في النمجة بس مش عايز اقولها ومش عايز اقولها لان ما ينفعش اقولها ابدا عيب هل الدول العربية يمكنها عقد كمة في موسكا او بكين للضغط على امريكا في دعمها الاسرائيلي عمي الدول العربية عندها امكانية ان تعمل اجتماعات في واشنطن هل الحرب النووية هتبقى مدمرة بدرجة الافلام ومستسلات بص يا جماعة انا عايز بس اعرف حاجة هو انتم بجد مشوفتوش اي فيديوهات اه للتفجيرات النووية والقنابة النووية والحاجات دي مشوفتوش بجد اتوقع ان الجابعة السورية ان شاء الله هتفتح تاني قريبا يعني اتوقع كده انا بس السؤال ده والله فعلا عايز اعرفه هل هل حقيقي انتم فعلا بهذا يبدو شد الباب عن رؤية اللي لي حصل انتم فعلا متعرفوش اي هي الكونبيات النووية اي هو ان فجارها لمشوفتوش فيديوهات للقنابة النووية امريكا صنعت الصين ولا الصين تغلبت على امريكا وصنعت نفسها؟ لا امريكا صنعت الصين او فتحت لها باب ان هي تصنع نفسها على حسابها لا بس فعلا والله العزمين السؤال ده انا كنت عايز اعرفه هل فعلا الناس ما شافتش حتى اي فيديو؟ ما شوتوش فيديوهات يا جماعة للقناة بالنوية؟ ما شفتوش الفيديوهات بتاعت القناة النوية اللي هي كنت تتضرب في الستينيات مش هكلمكم على القناة النوية الحديثة لا لا في الستينيات ما شفتوش التجارب؟ لاتفاكرين الحاجات ده افلام ده الحاجات دي امريكا والتحاس وفتة صرفوا عليها لدرجة ان الالتحاس وفتة افلس ونهار بسبب كم الصرف اللي كان بيعمله على القناة النوية ايه رأيك في كامل حسن نصر الله انه يملك ما يساوي كنبيلة نوية حسب تعبيره صاروخين من حويات الامونيوم مش عارف بصراحة يعني هو عنده حاجة شابهة كنبيلة النوية يعني لا يوجد شيء زي النوية لا يوجد شيء حتى المؤاب مثلا اللي هي كنبيلة الاكبر كنبيلة في العالم الفراغية اللي موجودة عند امريكا دي وبتاع ما فيش حاجة زي النوية النوية رهيب رهيب دمر وبدمرك عمرك بشوفت انفجار نوية حقيقية ها حيمن يعني ايه مش ما شوفتش اوقعت قولي مثلا ان انت انفكرني بتكلم على واحد شايف انفجار نوية بجد فيديوهات يا ايمن اكيد انت متهزر او انا فيهمتها غلط هل اخواننا في غازة يقدر يصمدوا لان شوفت كام سلبي وممكن يكون وقيع عن مقاوم بعد اللجوم البري الا وتخلص ذاكريتها ومتقدر تصمد انت اي رأيك المقاوم ب longeد 10 يوما والحمد الله مطلع عين إسرائيل يعني في زخيرة اهو معي اقصد انها هتخلي العالم يخش في عالم جليدي في عصر جليدي ده مش مش بكل مش بناش افلام ايس ايش هنا هل نصق في الشيعة كحزب الله وايران يا نهر اس واحد ده انت لو وثقت فيهم مش عايف الاسئلة الوجودية دي مورجن مش بتدل ان انت يعني عارفني اصلا مش مش هقولك بتحبني ولا بتأمنيش تقول لا بحبك. يا عمي انت انت تعرفش حاجة عن القناة اصلا. اه تقدير التوازن القوى الموجود حاليا في سوريا. اه وضع زي الزفت. وضع زي الزفت وسايق جدا جدا. خريط التوازن القوى الموجودة هناك ببساطة شديدة الغرب مع اه اه روسيا ومتقسم شوية مع امريكا والشرق مع امريكا والغرب اه الشرق مع امريكا وتحت مع اه روسيا مع مش عارف ايه. الدنيا زي الزفت هناك. دنيا زي الزفت. كيف هتوقع شكل الدول في المستقبل? هل نحن نقبلون على عهد الدول التوسعية? هي امتى الدول بطلت وبقى توسعية اصلا? انا انا باستقرب اللي هي الدولة الحديثة والدولة القديمة والدولة مش عارفة يا جماعة هي من ايام الفراعنة نفس الدولة يعني في يعني التفاصيل تختلف انما اسص الدول هي هي من ايام ما 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 صنعت وجودها الدول في التاريخ. معاك قوة تقدر تتوسع حتى تتوسع. مستقبل الوطن العربي مخيف انسداد مروع في الافق وانهيار لمشاريع الامل وصهيانة على عينك يا تاجر ووضع اقتصالي سيء لمعظم الدول. هل نفقد الامل? اه افقده. لو لو انت يا محمد شايف ان ده مستقبل الوطن العربي افقده بصراحة. انا مش شايف ان ده مستقبل الوطن العربي ولا حاجة. ده كلام كلام اديم يعويا. ما نفعش. كامل هي رحا كيوكي يعني ده كلام اللي انت بتقول ده كله. اه مبني اكيد في عندك معطيات كتيرة غلط عشان تقول الاراق ده كلها. فكرة ان دي امن السنى يكون مبسوط من الحوسى بعد اخر هجمات على السفن ايه رأيك فيها? بقول لك يا العيب على اهل السنة انه ما بيعملوش حاجة. ما اي اي واحد انت مش قاعد مبسوط ان اسرائيل بتتضرر ده كله واقتصاديا. ليه اليمن السنى? ما احنا انا المسلم السنى هو اللي عندي خصومة مع الشيعة. وعارف ان دول اه دول مجرد اه الحسين هم جزء من الامبراطورية بتاعتها الايرانية اللي بتتعامل. وانا بقول لك اه طبعا مبسوط ان بتتضرب على اسرائيل. وتمنى ان ايران في يوم اليمن يبقوا رجالة ويدربوا اسرائيل بالسواريك بجد يعني. ليه ليه اليمن السنى يا عمي انت لو ما لو ما فرحتش ازاي انا مش هتفرق. نحن فرحنا من فرنسا رفعت ايدا عن شوية حاجات كده عن الدعم المطلق. في الخريطة الاخيرة اسرائيل استعراض الطريق والبديل للبحر الاحمر. وفيها غازة تحت الانضمام. اقب التوفيق. يا مردم اخد لكم يعني الموضوع بتاع حرب غزة ده فيه كلام كتير جدا جدا برضو بس انا مش هينفع عن النقش يعني. عن اه الجانب الاقتصادي لان احنا يعني ايه نترك هزي المهمة للعقيد الفهرر اه والنايل الشافعي بقى يقعد يتكلم فيه ويحلله ويخليها لكل حرب دي عشان الموضوع ده وتبط يعني. عندما قال فيه فيه جانب اقتصادي بيتناقش يعني. في القصة دي. اه. شايف ايه المستقبل? مستقبل كويس جدا الحمد لله. جد الوقت احسن من احسن من ما كنا يعني. اه. امتلاك النقوي يجب ان يكون موافقة الدول العظمى? لا مش لازم ولا حاجة. يعني من يعني. بس لازم يعني. عشان موضوع بقى اسهل لك بكتير قوي. لازم معك قوة عظمى في المسان ده يعني. تعرف تسندك. وتدي لك حاجات. يعني. دكتور اكرم حاجازي مش بقرأ تحليات عمري ما قريد تحلياته تقريبا. مرة تقريبا. ممكن مرة. حاجات يعني. هو رجل عند اه محترم يعني. لم ينقل عنه شيء سيء يعني. اه. مشكان ان ايران بتساوي امريكا على امن اسرائيل. براجماتية باختصار. مين اللي قالك ان ايران بتساوي امريكا على امن اسرائيل? لات. حنا ارى اخر بقى حاجات بسرعة بقى قبل نقفل. اجابات. اجابات سريعة بقى. طلقات. اه. هل يقال ولا سلوخ ولا طايرة مسيرح وتقدر تصيب اسرائيل? لأ ضربت. اه. اللي ضرب اقلات يعني يا مصر يا الحوسي يا السعودية. ممكن نقول ننلبسها نقول ان محمد بن سلمان كان بيدرب وحس ننبسها في بن سلمان. شفت اقام في بريطانيا بتاع ايقاف دعم تشجيع تحويل الاطفال الهواء الجنسية? لا ما شفتش. الفكرة ما في كنا منتشر بين يمنيين الحوسي درب اسرائيل لانه يمني مش لانه شيعي ومدحلي انه عروبي. هو لازم مشارطين يا جماعة. ممكن يبقى شيعي يمني وفعلا بيقرأ اسرائيل وفعلا بيدربها عشان هو عايزة تتدمر. هو هو لازم الشيعي ده يعني بقرون وشتان وقاعد يعمل فيه يا جماعة. وقال ده معناه ان انا مش عدوي. لا انا عادوي يعني بس انا عارف ان فيه حاجات حتى لو شيعي مرافضي مش 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 زي دي. في حاجات تانية يا جماعة غير الشغل اللي هو ايه? لا ايران دي تمثيلية دي بتمثل مع اسرائيل وقابتها يا جماعة شغل الدول ونظمة الدول والحاجات دي كلها حاجة تانية خالص. بتمثل مع اسرائيل في اسرائيل كل شوية تروح تقتلها علماء وتهزق في ايران تهزيق ده كله. ايه التمثيلية الجميلة دي اللي بتتعمل بين اسرائيل وايران يا. هو اكتر قاد عسكري. اه زي امريكا ده حاجة بقى ناس عندها يعني يقين. امريكا بدايما بتمثل مع ايران. دي تمثيلية كبيرة اوي بيعملوها. اه والله واحد من اكبر قادة عسكريين اللي ايران طلعتهم في خلال الاخر مئة سنة. وكانت بتفاخر بيه وبتعتبروا انه يعني الحاجة التاريخية بتاعها. اه سليماني امريكا تقتله فده كان من ضمن التمثيلية ان قاسم سليماني تدل? هيا الاكاديمية العربية متخلفة على الاكاديمية الغربية بسبب البيروقراطية ولا بسبب ضعف الكفاءات يا دكتور ايه الاجابة البسيطة والسهلة اللي هولها لكن بسبب بيروقراطية وبتاع لا 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 والحقيقة لا. ضعف ضعف علمي شديد في الاكاديميات العربية. ضعف علمي وضعف امكانيات وفيه ناس عندها مسألت اصلا ان الاوائل على الضفعات فيه اصلا ان انت بتختار الاوائل كتير جدا جدا من الاوائل في كل الكليات بيبقى واحد بيعرف فيه يحفظ كويس جدا مش واحد بتاع استيعاب وبحث علمي. فالكليات هي قائمة على البحث العلمي بس اللي بيحتلوا المناصب فيها وهكزا وبيربوا الكوادر الجيدة على نفس الفكرة هم ناس بتوع اه حفظ. ما عندهمش ابداع. وعلى فكرة دي شفتها كتير هم ناس ما عندهمش ابداع. هم ناس بتعرف تحفظ كويس. ما عندهمش ثقافة عالية. ما عندهمش ابداع في البحث العلمي. ده جيل ان هم بيتطلب منهم بعد كده لما بيتخرج يتطلب منه ان يدرس يقعد طول اليوم عمال يدرس ويتطلب منه ابحاس عشان ترقيه في حياة اي حد الدكتور في الجامعة حياة سيئة جدا يعني. وامكانياتهم العلمية كتير جدا. امكانياتهم العلمية محدودة. يعني. تماما تمام? ايه اللي خلنا نظري التمسيلية بين ايران وامليكا تنتشر بالشكل الواسع ده يعني الكصص وعامل كتيرة منها عوامل خلاف السعودي مع ايران منها عوامل خلاف السعودي مع ايران الى الان يا جماعة الخليج العربي تشوف مثلا زي اللي هو اسم النفيسي ده اا السيد العقيد معمر النفيسي ده ده تيجي تشوف الحاجات بتاعته لما بيقعد يشتم زي الخلاجة اغلب بتاع الخليج يعود يشتم في عبد الناصر ويطلعون ان هو عميل في عداوة رهيبة مع عبد الناصر منها ان عبد الناصر فعلا جزء من الافكار بتاعته بتاعت الجمهورية كانت مخالفة تماما للافكار المجتمعات التقليدية والحاجات دي كلها ففي حاجات ليه علاقة بان ايران تعتبر ثورة دولة نابعة من ثورة اقعد بقى احكيلي واعمل لي حدوتة واعمل لي فيلم في جزء ان ايران دولة ثورة شعبية مش عاجبة كام ده ده كاديل حقيقة دي ايران دولة ايما من ثورة شعبية مشكلتنا معها العقيدة القائمة عليها الدولة ومش مشكلتنا معها انها دولة جمهورية دولة جمهورية فيها حريات اكبر من الحريات اللي موجودة في اكتر دولة اه خليجية منفتحة زي ما كان السعودية جاية ايام القناة العربية من سنة كده ولا بتاعك كان حصل مظاهرات في ايران جامده وفي قناة العربية عما تتكلم طول اليوم بتتكلم على القمع الاراء الاجرامي اللي بيحصل في القناة العربية السعودية بتتكلم عن القمع الاجرامي من ايران للاراء يا سلام يا سلام حكام اه مقطعين الديمقراطية بصراحة من الديمقراطية بخليهم يعني ديمقراطيين جدا اه موقف ايران من غزة في الحرب خيانة مبدأ وحدة ساحات طبعا طبعا موقف ايران خيانة كبيرة كمان البحرين هي الوحيدة لدخل التحالف الامريكي لحماية الملاحة مش هارب الجمال عبد الناصر كان فعلا عميل لليهود بشهادة اليهود نفسهم كان منصقه معاهم من ايام ثمانية واربعين والله طيب ماشي مش هارد على الكلام ده خلال ايش او عميل لليهود هو يهودي وبتاع والاخوان يقولوا ان عجمال عبد الناصر حالف على المصحف والمسدس ومش عارف مين يقولك ده كمان عبد الناصر كان بتاع اه 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 واحد خيجي اسم مهنة كل يوم نازل شهات من الصحاب يوقع نفسه مقرخ حاجة صعبة او يا والله تمام يلا جزاكم الله كل خير نلتق ان شاء الله فقار بفرصة في حلقة يعني بس المفتوح والله النهاردة كان كان لطيف يعني بعد حتة كده هاتطر راشيلها تمام اه اه بس يعني هاسيب اللي بس ان شاء الله على مدار ديون جزاكم الله كل اشتركوا في القناة